اشتركوا في القناة وتزامنت المسيرة مع انعقاد الدورة السابعة والاربعين لمجلس حقوق الانسان في جونافة التي تستمر حتى الثالث عشر يوليوز وقالت تأسية قشودة التي سهمت في تنظيم المسيرة جئنا للتنديد بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والقمع في هذه المناسبة واضافت انه في الاشهر الاخيرة ازداد القمع وهناك مزيد ومزيد من التقارير عن التعذيب وكان مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان قد قال في الحاد عشر ماية انه قالق بشكل متزاهد من الوضع في الجزائر حيث العديد من الحقوق الاساسية مثل حرية الرأي والتجمع السلمية ما زالت تنتهك واشار خصوصا الى منع السلطات خروج المسيرات الطلابية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء